مرة أخرى يبدو المجتمع الدولي في مواجهة حقيقية مع مقترحات للحل في اليمن مع استمرار وضع العراقيل أمامها من قبل تحالف الانقلابيين في الواقع كانت لهجة القوى الدولية عائمة في إدانتها لخطوة إعلان الحكومة من قبل ميليشي الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع وهو ما يعزز وجهة النظر القائلة إن هذه الخطوة لم تأتي إلا وفقا لضوء أخضر من قبل بعض القوى الدولية المؤثرة في الأزمة اليمنية بغرض الضغط على الحكومة للموافقة على خالطة الحل التي قدمها ولد الشيخ خصوصا وأن إعلان الحكومة جاء مباشرة بعد سلسلة لقاءات عقدها الانقلابيون مع هذه الأطراف في العاصمة العمانية مسقط وعلى الرغم من أن خطوة الانقلابيين بإعلان حكومتهم في صنعاء كانت بمثابة رصاصة الرحمة على جهود الحل السياسي في البلد إلا أن ردة الفعلة الدولية لم تكن متوازية مع ما تمثله هذه الخطوة واكتفت بالقول إن من شأنها عرقلت الحل دون الإشارة لأي إجراءات يفترض اتخاذها بحق الانقلابيين في صنعاء المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ذي شيخ أحمد قال إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة فيما تصرفات ميليشي الحوثي والمخلوع الأخيرة تزيد الأمور تعقيدا وأن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات التي قدموها إلى الأمم المتحدة وإلى وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائهم معه في مسقط وهكذا قال في المرات السابقة عند إعلان الانقلابيين مجلسهم السياسي قبل أشهر لكن لم يتغير شيء فيما انطلقت مقترحات للحل تبحث في زوايا أخرى عن حل لا تزال الحكومة الشرعية ترفض التعامل معه حتى اللحظة في هذه اللحظة التي يبدو فيها الحل اليمني وقد أصبح جزءا كبيرا منه مرتهنا بموقف القوى الدولية يبدو الموقف الدولي غير مقترث بكل العراقيل التي توضع أمام الحل وهو ما يراه المتفائلون أما المتشائمون فيذهبون إلى القول أن المجتمع الدولي يرغب من خلال هذه المواقف إطالة أمد الحرب في اليمن حتى اللحظة التي تستقر فيها الرغبات الدولية على حل شامل لكل أزمات المنطقة